اهلا بيكم مشاهدينا مرة تاني مثلا بيقولك ايه يا بغت من بات مظلوم ولا باتش ظالم يعني دايما الناس بتقولوا كده للمظلوم علشان يصبروا بيه طيب لو الظلم ده فحق نفس البني آدم هيتقلوا ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم في الآية رقم 70 من سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هل الإنسان ممكن فعلا يظلم نفسه وإزاي يظلم نفسه فضيلة الشيخ أحمد تركي أهلا بخضرتك معنا أهلا وسهلا إزاي الإنسان يظلم نفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحياة سمحيل الأول أقول للناس كلها كل سنة وتطيبين النهاردة السادس من أكتوبر مهم جدا أن احنا نعلم أولادنا أن كان في يوم من الأيام كنا أبطال عمالقة وبقول كل فرض في الجيش المصر العظيم كل سنة وإنت بطل وكل سنة وإنت بألف خير إن شاء الله من جند الحق ومن خير جنود الأرض وكل سنة ومصر بألف خير كيف يظلم الإنسان ونفسه حضرتك أشارتي إلى صور كتير جدا مهمة في مقدمتك لعل من أبرزها إن الإنسان بيتشدد على نفسه بيتشدد على نفسه أحيانا بأنه هو مثلا يتشدد في الدين وصورة تشدد في الدين صورة من صور ظلم النفس شوف حاجة بتبقى مثلا جديد خالص إحنا كده متخلين وده يعني بيرتفع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما تشدش في الدين صحيح خد الدين الوسط خد الدين بيسر خد الدين وطبقه وأنت مرتاح وأنت بتضحك وإنت سعيد وإنت في سكينة ووقار وإنت قلبك مستكين ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولن يشد الدين أحد إلا غالبا إنت مطلوب منك تصلي العيشة بتصلي العيشة أربع ركعات طيب عندك وقت وعندك راح أن تصلي قيام للبعدها ماشي قلت لا أنا نظرا علي لازم أصلي كل ليلة لحد الفجر ما عودش أبدا إنت كده ظلمت نفسك وإنت كده ظلمت نفسك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه الثلاثة وقالوا يا رسول الله سألونا عن عبادته سألوا عن عبادته قالوا لا إيه ده ده سيدنا النبي بيعبد ربنا قليل لأن ربنا غفر له من الزنوب لكن إحنا سدوبنا كتير أما أحدهم فقال أنا أصوم ولا أفطر أنا أظل صائم لحد ما موته خلاص وموت شهيد والثاني قال أنا أصلي ولا أرقد حالوا عود أصلي لحد ما موته أنا أصلي التالت قال لا أنا لا أتزوج النساء أبدا أتقرب إلى الله بزل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ناس بأ اللي هي عندها هوس عندها هوس لو قلت كل المسيحي كل سنة وانت طيب انت كده خرجت عن العقيدة وخرجت عن العقيدة يعني بقت كافر يعني رجحتاني وصل الركعتين وقول لا إله إلا الله محمد ده صورة من صور الظلم النفس اللي يقول مثلا إيه لا انت ما تنزلش الجلبية تحت الكعبين علشان تحت الكعبين ده في النار لأن حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أسفل الكعبين يقولون أحاديث ويفهمها غلط ويطبقها بصورة سطحية في منتقصة سورة من صور الظلم النفس فإذن هناك أناس يظلمون أنفسهم بالدين ويظلمون أنفسهم بالتشدد بالدين والتشدد بالدين من أبرز صور الظلم النفس بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن سددوا وقاربوا لن يشددين أحد إلا غالب ولكن سددوا وقاربوا منهجنا إحنا في التدين منهجنا إحنا في عبادة الله عز وجل ما بنهجرش للقرن الأول الهجري إنما نبنعيش القرن الواحد والعشرين ونستلهم من القرآن والسنة ما نقوم به حياتنا هو ده رسالة الإسلام كده عيش حياتك وعيش عصرك واركب عياربيتك واركب ساق واركب ساق واركب ساق واركب ساق واستخدم كل التكنولوجيا الموجودة وعيش حياتك كاملة بمعطيات العصري ولكن افعل ولا تفعل حفظ عليها حدود الله حفظ عليها الحرام ابعد عنه الحلال اخذ منه المندوبات والمستحب عبادة الله حفظ على قلبك حفظ على الأخلاق إذن تأخذ من الدين ما تقوم به حياتك لكن تاخذ وروح تهاجر للقرن الأول الهجري وتغير الأوضاع لأوضاح شبيهة بالقرن الأول الهجري وتقولك أنا مطبع الإسلام ده صورة من صور تشدد أو ظلم النفس رخم الأمر الآخر من صور ظلم النفس ولذلك قبل منسيب النقطة دي سيدنا سلمان الفارس نسح سيدنا أبو الدرداء بكده ما أبو الدرداء فيهم الموضوع ده كده أنا كل ما زل لنفسي معنى كده كل ما زل لنفسي وكل ما أهنها وخاصة في العبادة فيقوم أنا إيه أنا كده أقرب أقترب من الله لا الموضوع أنت فهم غلط حضرتك فسيدنا أبو الدرداء أهمى المراته تماما معدش يقرب وبعدين طول الليل يصل ويصبح طول النهار فقال له سيدنا سلمان يا أبو الدرداء إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لبيتك عليك وإن ربك عليك حقا فأعطي لكل ذي حقا حقا وصلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة سلمان وعاد نفس الكلام الشاهد هنا من صور ظلم النفس إنه هو تحملها ملا تطيق رب العالمين قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حقيقة بتقول تحميل النفس ملا تطيق حتى في العبادة اللي هنا وفوت تبقى حاجة محببة ربنا صلى الله عليه وسلم فما بالك بقى في أمور ليه بقى ربنا لا يحب العبادة والإنسان مقهور إنما يحب العبادة والإنسان ألا بذكر الله تطمئن القلوب وطمئن القلب والسكينة والفؤاد يحب العبادة عبادة الإنسان القوي مش الإنسان الضعيف يحب عبادة الإنسان القوي مش الإنسان الضعيف حقيقة ذكرت في النص كمان الندر يعني الندر قد يكون في بعض الأحيان ظلم للناس لأنه هو كتير من الناس يبقى عندهم أمنية أن تتحقق مثلا فقوم يستعجل فالصعب على نفسه نازر أقوى منه وأقوى من إرابة فده ظلم النفس وأنه لازم ينفزه أو لازم نعم نعم